موسيقى انا بإذن الله يا رب عايزة تكلم معاكم النهاردة وبمناسبة طبعا الشهر الكريم عن موضوع مهم أمهات كتيرة جدا 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 وهو فكرة تشجيع الأطفال صغيرين على الصيام في شهر رمضان طبعا دي خطوة مهمة قوي قوي لازم الأطفال يبدأوا يتعلموا من صغرهم أنهم يصوموا لكن خلي بالكوا كويس قوي يا أمهات ساعات بيكون في بعض الأخطاء بعض الأمهات بتقع فيها مش بياخدوا بالهم منها أكيد ما بتبقاش عن قصد يعني هقول لكم على كام حاجة كده إحنا بنعملها وإحنا مش رغضين بالنا بتخلي الأطفال خايفة من الصيام أو تعبانة من الصيام أو مش حبة الصيام أو في بعض الأطفال بتضطر أنها تجدب وتقول أنها صايم وهم مش صايمين فما أنت حاجة كبيرة قوي فمن الحاجات دي أن الطفل بقى مثلا لسه صغير قوي قوي في الحضانة يعني مثل من الكندر جاردن أو الحضانة زي ما بنقول أو الكيجي يعني ونخليه صوم خلي بالك ده ممكن تكون خطر جدا على صحته يعني مش حكايت بقى هو هيجذب أو هيقولك أنا صايم وهم صايم لا هو ممكن يتعب صحيا جسديا عشان كده في مجموعة من النصيح لازم تخلي بالك منها ولو البنت أو الولد لسه ولادك يعني لسه سنة أولى صيام لازم نركز قوي في الحاجات اللي هقولك عليها أول حاجة إن التعودي الطفل على صيام شهر رمضان ده بيبدأ من خلال إيه؟ من خلال إنه بيشوف الناس اللي حواليه يعني إنتي عايزة تعوديه آه هتوصليه الرسالة دي إزاي إن هو فيه صيام وإن إحنا ملتزمين به وإن دي طاعة من طاعات وعبادة من عبادات ربنا لازم نعملها في الشهر الكريم إحنا نفسنا بنصوم وإحنا نفسنا وإحنا صايمين لازم نصدر صورة كويسة عن الصيام يعني ما نبقاش صايمين وعزين مفرهادين قدامه أو قدامها ما نبقاش صايمين طول وقت متعصبين ما نبقاش صايمين طول وقت وإلى الله إمتى بقى المغرب يدن أنا عايزة أشرب أنا نفسي في الأكل أنا كل الحاجات دي الطفل بيشوفها وبيقلدها فمهمة قوي إن إحنا نبقى مركزين قوي مع صلوكياتنا إن اللي إحنا بنعمله مش اللي إحنا بنقوله اللي إحنا بنعمله ولادنا بياخدوه copy paste مننا كمان اللي عايز يبدأ يعود على الصيام بتي ناس بتبدأ بتعود لهوا من الفجر للدهر لأ دا كاترة كتير قالوا لأ خلوها من العصر للمغرب عشان يحسوا إن هم شاركونا لحظة الفطار إن هم كانوا صايمين زينا ويشاركونا لحظة الفطار عشان نعرف أكتر إزاي نعرف نعود أولادنا ونبدأ من سن كم سنة فكرة الصيام دي إحنا معانا على تلفون دكتور ياسمين المهدي هتبقى متخصصة في مجال تربية المراهقين والأطفال هنعرف منها إزاي نعرف نعود أولادنا على الصيام قالوا أهلا وسهلا بيكي أهلا بيكي إزاك يا دكتور عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب دايما أول حاجة يا دكتور طبعا كل سنة وحضرتك طيبة وسعيدة ورمضان كريم عليك وعلى كل اللي بتحبيهم وطبعا عايزة أبدأ بإزاي نعود الأطفال على الصيام وأبدأ أصلا من سن كم؟ طيب من سن كان ده طبعا سؤال محير لكل الأمهات ولكن خلينا نجاوبه ببساطة أن السن المناسب للصيام بيكون حسب مقدرة الطفل دلوقتي إحنا عندنا الصفل بيبلوغ بيبقى مراشق أو بيوصل سن البلوغ طبعا البنات غير الولاد في السن ده طبعا فإحنا السن ده هم اللي الأطفال فيه مكلفين آه مش قبل كده طيب علشان بقى ما نوصلش للسن ده وهم لسه متعودوش فلازم نعودهم من قبل كده صح لانه مش هينفع مرة واحدة فأنا أقول له أنت عليك فرض الصيام لازم تصومه بالظبط كده فاللي احنا نقدر نعمله أن احنا من سن تقريبا عشر سنين يعني بيبقى قادر على الصيام يعني معظم العلماء قالوا كده من سن عشر سنين بيبتدين أمورهم بالصيام طب برضو هل هنوصل عشر سنين وما يبقوش جربوا خالص موضوع الصيام أكيد لا وخصوصا أن الأطفال أصلا بيحبوا يقلدوا لا صح ودي أصلا أحلى حاجة في الموضوع أن هم بيبقوا نفسهم قوي يجربوا الفرحة اللي احنا بنبقى فيها صح ودي نقطة مهمة بلظبط ودي نقطة مهمة أن احنا لازم عشان هم يتشجعوا أصلا يصوموا لازم احنا نبقى فرحانين نظهر هذه الفرحة في شهر رمضان المعظم طبعا فحسة بقى يصوموا من إمتى يعني احنا قلنا إيه مبدئيا هم عند البلوغ طب قبل كده عايبوا قادرين تقريبا في سن عشرة طب قبل كده كمان عشان يتشجعوا يصوموا يبقى احنا لازم نبقى قدوة في الموضوع ده أي طفل قادر على الصيام فتمام لكن في أطفال بيبقوا ضعفة شوية ما بيقدروش فدول نبقى احنا رحماء بيهم ما نجبرهمش على الصيام نخليهم زي ما انت قلت يا نسبعتك بتقولي نبتدي ايه من العصر للمغرب قادروا تمام نزود شوية يعني كل شوية ندرج في الموضوع لغاية ما نشوف هم هيقدروا يصوم اليوم كله ولا لا جميل طيب برضو في مشكلة ساعات الأم ما بتبقاش عارفة ابنها او بنتها صايم فعلا ولا لا يعني في بعض الولاد ممكن يقول هو صايم بس ما يبقاش صايم يبقى شرب مثلاً او حتى هو عنده الكونسبت اللي هو ده انا خدت بقى ما هي صغير قوي ده مش هيفطرني طبعاً لسه اطفال صغيرين وكده ازاي اسبت جواهم الاحساس ده انه لا صيام يعني ما ينفعش خالص ولا ينفع اشتم ولا ينفع اكل واشرب ولا ينفع اجذب ولا ينفع اي حاجة من الحاجات دي ازاي اعرف اتحكم في اطفالي خاصة ان احنا السنة دي احنا عندنا دراسة فالولاد مش صايمة قدامي الولاد صايمينه فيه وقت كبير في المدرسة بيقضوه ده حيب طيب خلينا برضو نقول ان فكرة تعويض ولادنا على الصيام بتبدأ بالتدريج مش مرة واحدة طيب حتت بقى ان احنا عايزين نقفش ولادنا وما فطر ولا لأ لا ازاي اعلمه ان هو حتى مش حكاة افشة اللي هو يبقى فيه ما بينه وما بين ربنا امانة ان هو ده ده فارد ما ينفعش ان هو يكسره حتى بينه وبين نفسه ايوا بالضبط معرفين كده احنا محتاجين ان احنا ما نقفش هومش لانه فيه امهات بتبقى خايفة قوي فمن كتر الخوف لا انا عايزة ايه اول ما حسش كده ان هو كل او شرب او بتاع لازم اقفشه واقوله واديله بقى درسه محاضرة طويلة او لا الموضوع ما بيمشيش برضو بالطريقة دي احنا عشان نحبب ولدنا في العبادات اصلا محتاجين يبقى نغلب الرحمة يبقى فيه ترغيب اكتر من الترهيب ايه خليهم يحبوا ربنا عشان يحبوا يطيعوا اوامره يعملوا له بتواسح لان احنا بنقى مثلا في موضوع الكذب وموضوع الحاجات يبقى نقوله ايه هتدخل النار لأ احنا محتاجين احنا نقولهم الاول انه الصادق بيروح الجنة وان احنا لما نتعرف منها نروح الجنة هو ده اللي احنا اللغة اللي احنا محتاجين نكلم بيها ولدنا علشان نحببهم اصلا في الفروض وفي الطعاة وفي العبادات لكن حتة الترهيب دي نأجلها شوية لسن كبير لسن يكون فهم يكون تعود يكون خلاص هو فهم الامور بتمشي ازاي الاصفال بنبدأ معاهم بالتحبيب بنحب ربنا بنحب ان احنا نسمع كلامه صح طبعا ازهار الفرحة زي ما قلت لك احنا فرحانين برمضان ليه فرحانين برمضان علشان دي حاجة امرنا بيها ربنا وان رمضان شهر البركة وشهر الخيرات وان احنا الحسنة بتبقى بتتضاعف يعني لازم نقول لهم كل الكلام ده علشان يحبوا الفرد ويحبوا العبادة لانه اكيد الصيام مشقة طبعا يعني من العبادات اللي هي مش سهلة صح فعلشان يتحملوا ده احنا محتاجين ان احنا نبتدي معاهم واحدة واحدة بالتحبيب بالحب ومش بالشدة والعنف ما هو ساعات بقى يجي مثلا الولد او البنت يقول لك انا مش قادر اكمل الصيام هل هم بيبقوا هم ببقى عارفة ان الطفل الصغير ده اللي هو لسه ما فلتش طبعا عارفة انت بيبقى تعبان ومرهق وانت لأ طيب اذا انا حسنا ان هو فعلا تعبان ومرهق فبلاش اشد عليه في الصيام من اول يوم من اول يومين طب بالراحة طب يا حبيب هتاكل احنا لسه في الاول لسه بنعود طب ماشي خلاص اه كل النهاردة ممكن برضو فيه طريقة لطيفة جدا ممكن ان احنا يصوم مثلا عن الاكل بس يشرب مية ويشرب عصير ويشرب حاجات ترويأه واتصبره مم مم وبعدين بعد كده ممكن يصوم عن الاكل وعن مثلا العصaire ويشرب مية بس مم وبعد كده يصوم بقى عن كل حاجة مم التدريج طريقة في التدرق لطيفة جدا جدا طبعا اه حتة بقى ان هو طب مش مرهق أنا ممكن بقى أعمل أنشطة كتير في رمضان وآكتيفتيز بحيث أنه هو يتلهي زي ما أيام الصحابة ورسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا أنهما كانوا يلهوا الأطفال يلعبوهم ياخدوهم معهم حاجات خروجات نخرج نشتري حاجات مش عارس إيه نقض اليوم ومش هنخرج يبقى نعمل أكتيفتيز جوه البيت بحيث أنه الوقت يعدي ودي فرصة الحقيقة حلوة قوي قوي في رمضان لأنه بجد الوقت بيبقى فيه بركة كبيرة جدا إنه إحنا نبتدي نتعلم حاجات نبتدي نتعلم نقرأ بقى قصص كبيرة شوية نبتدي أنا سعده في القرية شوية وهو يقرأ وبعدين يشرح لي اللي هو قرأه وممكن نستغل الفرصة دي أنه هو يقرأ في سيرة رسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مبسطة ونعمل بقى حاجات أنشطة لو هو ليه في الحاجات اليدوية نعمل بقى السمصال نعمل مثلا مقلمة بالمشعارة بالكارتون أشغلهم بالحاجات اللطيفة اللذيذة وفي نفس الوقت هيبدعوا وينتجوا حاجات في الوقت اللي هم عايزين فيه ده ومش هيحسوا بالصيام بشكرك جدا شكرا جزيلا دكتور ياسمين المهدي قطبة متخصصة في ميجال تربية المراقين والأطفال بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات الحضرية قلتها لنا وعلى الطرق الحضرية قلتها لنا عشان نعرف نعود ولادنا بطريقة سهلة على الصيام ما نخوفهمش من الصيام ما يخافوش من العقاب هم يحبوا ربنا ويحبوا يعملوله اللي طلبوا منهم يحبوا يلبوا عباداته فهو ده اللي احنا عايزينه ان الولاد فعلا تبقى بتعمل الحاجة من قلبهم يبقوا مبسوطين بيها وطبعا ربنا يطمننا كلنا على ولادنا وان شاء الله نشوفهم في أحسن حال دايما يا رب دايما كمان احنا في انتي في برنامج انتي بنهتم دايما اننا نسلط الدوء على نمازج البنات الإيجابية والنهاردة احنا معينا نموذج بنت جميل جدا بنت اشتغلت على موهبتها ونمتها وما اكتفتش بكده لا هي كمان علمت بنات غيرها بنوتة الجميلة دي اسمها مريم سامي مريم بنت بترسم من زمان جدا وبتصور وبتكتب لحد ما خدت خطوة انها تفتح مشروع ترسم على مريات فكرت انها محتاجة توصل او توصل للناس الفرق بين الالوان وتركيباتها والدرجات كمان بتاعتها فعملت منهج تعلمه وهو تفاصيل نظرية الالوان وبدأت تعمل ورش تعلم فيها البنات كل حاجة عن تفاصيل الالوان كاميرا انتي حضرت مع مريم ورشة من الورش دي خلينا نروح نتفرج على التقرير معاكم وعلى مريم ونرجع نكمل معكم النهاردة هحكيلكم حكاية واحدة شبه كتير مننا حست في لحظة انها محتاجة تتعرف عن نفسها اكتر وتفهم ايه طموحاتها وايه اللي نفسها تعملوا علشان كده قررت تغامر وتوقف دراستها اربع سنين علشان تختار التخصص اللي هيكمل معيها بقية العمر مريم السامي عندي 24 سنة بدرس السنة دي اول سنة ليا في جامعة القاهرة ادب علم نفس كان بقى لي اربع سنين متوقفة عن الدراسة بسبب ان انا ما كنتش عارفة اعمل ايه او بعمل ايه لان انا بعمل حاجات كتير قوي يعني انا برسم وبصور وبكتب يعني متلقبطة في كل حاجة فقعدت اربع سنين ما بعملش حاجة اخوض جت اخر سنة ليا بقى قررت ان انا يعني اشتغل او كده بالفن بتاعي فكنت مقررة ارسم على ملابس او كده بعدها لقيت حاجة منتشرة وكمان كانت محتاجة مبلغ مالي كبير في الاول فقررت عمل حاجات اللي هي تبقى حاجة واحدة حاجتين كده من اداب علم نفس اللي ورشة ترسمع المرايات والفخار قدرت مريم انها تستغل موهبتها وتكون سبب لنجاح فكرتها الفكرة كلها عندي ان انا بحب الالوان يعني انا برسم لوحات برسم على مرايات برسم على قماش برسم على المجات فالموضوع بدأ ينتشر بسرعة بدأ يظهر بشكل كبير بدأ يطلب مني اردارات بس فبدأت اشتغل بقى فيها حاست ان انا عايزة تعلم حاجة جديدة بما الحاجات الكثير اللي انا بعرف اعملها اتعلمت الخذف ساعتها اخدت ورشة يعني وبدأت الخذف ده اللي هو بجيبتينا بعجنها وبعملها بشكلها لحد ما تبقى مج معاية وكنت ببدأه علشان اجيب منه فلوس ارسم بيها يعني اجيب بيها بقى خمات تانية للملابس وكده الفيدباك اللي جالي والناس والناس اللي كانت مبهورة بالفكرة وموضوع انتشاره الواسع حتى في ناسة كتير قوي كلمتني قلتلي انت ازاي بتكبرني البجيب بعتك انا بعملش حاجة انا بعمل حاجات جديدة حتى اي حد يجي يقول لي عايزة افتح مشروع كذا اقول له انت هتبقى متميز يبقى اي يعني اي الجديد اللي عندك الاول في بنات كتير قوي عاوزين يرسموا على مراية كلهم عاوزين يعمل ورشة رسمة على مراية بس انا بالنسبالي انا كده هكون بحفظهم حاجة اللي هو يلا الالوانة هي حطوا اللون ده على الرسمة دي يلا انا هساعدكم وهاخد فلوس وخلاص فعملتها ورشة نظارية الالوان بحيس ان انا ببدأ اول يوم بعلمهم بتلات الوان بس الالوان الاساسية الاحمر والاصفر والازرق من التلات الوان دول بعلمهم يتكونوا بكل الالوان اللي في الحياة بعلمهم لما يشوفوا اي لون يعرفوا اللون ده متكون من ايه ونبدأ بقى نخليه زي ما هو بالظبط فا اول يومين بنتدرب بس على نظرية الالوان حد ما يارفوا خلاص يبقوا عارفين يطلعوا اي لون بعدها بقى بنعمل منتجين لوحة ومرية اهلي وصحابي بيشجعوني الصراحة من اول يوم واه اهلي بذات بيشجعوني بفكرة يعني بيشجعوني بفكرة انه براحتك يعني انا عد تربع سنين من الجامعة فكانوا سايبيني براحتي علشان هم عارفين ان انا بعرف اعمل حاجات كتير بس انا مكنتش عارفة ااخد الخطوة فهما بيشجعوني دايما يعني سايبيني براحتي في الموضوع ده يعني بنراحة علي في الموضوع ده شوية وصحابي بيشجعوني جدا الحمد لله مهم قوي عندي ان انا عايزة ااخد خطوة ان انا ابقى افتح مكان في مول او حاجة الناس تقدر تيجي تشتري من عندي واني كمان موضوع يبقى برا كمان يعني ان انا يعني فيه مناس من السعودية كثير جدا عايدين مني اردارات يعني انا الصراحة هدف عندي ان انا ابدأ اطلع ده برا بس فهو ده لنا بحوالي اعملو ده الوقت يعني قصة فيها اسرار وعزيمة ومن موهبة لمشروع ناجح وطموح مريم اخلصت وطورت موهبتها وحست ان عندها رسالة ومنهج وقررت انها توصلها للناس وتحببهم في الالوان واهميتها في حياتنا والاهم انها بقت مثال لكل واحد بيدور على نفسه شروق ناجي انتي اي تي سي زي ما شفنا مريم سامي بنوتة جميلة جدا جدا تستاهل التشجيع وزيها بنات كتير الحقيقة بنات كتير حلمت وقررت انها تستغل موهبتها وتشتغل عليها وتعمل منها مشروع يمكن محدش غيرها او محدش قبلها فكر ان هو يعمله فطبعا بحقي مريم جدا وكل البنات كل الشباب عموما اللي دايما بيسعوا وراء حلمهم وبيحاولوا ان هم يحققوا بيشتغلوا عليه وبيشتغلوا على نفسهم النهاردة بقى عندنا ايه؟ النهاردة معنا فقرة مهمة عن تجهيزات البيت واختيار الالوان تخيلوا ان الالوان بتاعت البيت ممكن تكون سبب ان انا نبقى سعدة او ان انا اكتائب تخيلوا دا؟ طب هل بقى فعلا في علاقة بين الوان المكان ونفسياتنا وانها توسع المكان انها تضيقوا ان احنا نحس ان احنا مبسوطين او ان احنا نحس ان احنا مكتائبين او مقبضين لما نخش بعض الاماكن كده؟ طب ازاي اعرف الالوان اللي بتتفق مع شخصيتي؟ الحاجات اللي هتريحني نفسيا ازاي نختار عفش البيت والوانه والاخطاء اللي ما نعملهاش كل ده هنفهمه وهنعرفه النهاردة من دفتنا اللي هتنورنا مصممة الديكور عبير نجم خلينا نطلع لفاصل ونرجع على طول نبدأ فقرتنا مع عبير نجم الالوان جزء مش بتجزء ابدا من حياتنا اليومية كل حاجة حوالينا في حياتنا ليها لون اكيد بس ما فيش اهم من الوان البيت اللي احنا عايشين فيه البيت اللي احنا بنختاره بنفسنا الوان اللي احنا بنختارها دي بتبقى مرتبطة بحالتنا النفسية والمزاجية فكل لون بيكون لي دلالات معينة وتأثيرات معينة بتختلف بقى او بيختلف تأثيرها على الاشخاص من شخص للتاني بتتفاوت مش كل الناس مثلا لما بتشوف على فكرة مش كل الناس لما بتشوف الاسوة تكتائب مش كل الناس اللي بتشوف الابيض بتفرح وبتنبسط فهي الناس بتختلف لذلك احنا ازاي نعرف الالوان اللي تمشي مع نمط شخصيتنا ومع نمط حياتنا ومع نفسيتنا ازاي نختار ديكور البيت بشكل منظم وصحيح ده اللي هنعرفه من دفتنا اللي منورانا النهاردة عبير النجم ومصممة ديكور اهلا وسهلا بيكي عبير منوراني كل سهلا بيستيبع ورمضان كريم ده نوركي حبيبت ألبي مرسي في البداية عبير عايزة أدق معاكي لما بنيجي نجهز البيت تمام هل فعلا كل نقلون بنختاره بيبقى ليه احساس مختلف او دلالة او تأثير علينا وعلى حياتنا وعلى شخصيتنا وعلى نفسيتنا ده أكيد مبدئيا هو الدكور اتخلق مع الإنسان بالتدريج يعني منذ بدء الخريقة إلى وقتنا هذا لما بدأ الإنسان يختار الكهوف أو الأماكن اللي بتبقى مالجأ ليه او مسكن ليه اه وبدأ يختار هينام ازاي هيعود ازاي المكان ده هيتكيف معاه ازاي فمن هنا بدأت قصة الدكور او الدكور يعني مرتبط بالمشهد او بالمحيط فالدكور هو اساس كل حاجة في البيت من ناحية النفسية يعني انا وانا بختار الدكور بيتي ما بفكرش بس انا مختار حاجة انا شفتها الترندي او المكان ده هايل فانا لازم اعمل زيه في البيت هو ممكن ما يبقاش فعلا متناسب معي يعني يناسب شخص تاني بس ما يناسبنيش انا بيفرق في يعني مثلا زي ما انتي قلت كده حاجة الترندي ممكن ما تنسبنيش المساحات والاماكن والمكان نفسه اللي انا عايش فيه او المنطقة كمان هتختلف في فكرة اختيار الدكور اللي انا عايزة ده اكيد اكيد اختيارك للدكور هتحكمني انا خلاص دلوقتي انا هتحكمني لا هتحكمني في فكرة الاختيار ان هو انا مثلا عندي مساحة معينة وانا عاجبني زوق معين او ستايل معين شفته على الانترنت المساحة بتاعتي هتحكمني المكان والالوان كل حاجاتي هتحكمني صح؟ ما هي دي مشكلة عدم الاختيار الصحيح ان انا ممكن يكون عندي مكان هو دي قريدي او مساحة صغيرة وانا مختار حاجة هي حلوة جدا وانا شفتها في مكان اصغر من مكاني بس لما حاولت استخدمها عندي ما نفعتش والاختيارات هنا بتختلف يعني مثلا في اوراق الحوائط في الالوان في دكورات اساسا يعني في دكور اسمه المنا مملست او الحد الادنى هو اتعمل مخصوص علشان المساحات الصغيرة فييجي مثلا حد عنده مساحة كبيرة فحابب يستخدم يعني لون ابيض اللون ده انا ما ينفعش استخدمه بشكل كبير في مكان هو قريدي كبير فانت هتحس طول الوقت ان انت مش عملت حاجة ترندي واو وقلدنا بقى العالم الغربي في كده الفكرة مش هنا خالص ان انت هتحس طول الوقت انك سقعان هتحس طول الوقت ان البيت بارد ان مفيش ألفة هو لون إيجابي لكن برضو ليه سلبيات وتحت بند السلبيات ده ممكن الالوان كلها تاخدنا للاتجاه السلبي لو معرفناش موظفة صح طيب ده اكيد بقى الواحد لازم يحدد شخصيته فعلا وليازم يحدد هو لون ايه بيأثر عليه ازاي طبعا عايز ايه مش عايز ايه اللي بيرايحه اللي مش بيرايحه طب ايه اول حاجة لازم افكر فيها لما باجي اختار دي كرات الشقة وورق الحوائط خلينا نبدأ بالحوائط اول حاجة اول حاجة اختيار ورق الحوائط هو انا مش من الناس اللي بتأيد ورق الحوائط بشكل عام لان ده فيه بيبقى فيه مشكلة في الاختيار انت لو اخترت ورق حوائط النقشة فيه كبيرة مثلا في مكان هو ديق هيديق لك المكان وانت مش حس طيب ازاي المكان هي نقشة كبيرة فالمفروض تديني احساس ان المكان واسع لا هي هتديق لك المكان مش هتوسع لك المكان فانت لازم تختار نقشة صغير فيه ناس بتختار مثلا 3D انا مش لازم بيتي يكون استيديو او يكون جالوري انا بيتي ده عشان هو المسكن زي ما قلنا في البداية الانسان اختاره اصلا او بدأ يدخل البيت عشان يتكيف معاه صحي انا مش عامل عشان طبعا يبقى فيه التوازن البصري كمان انا لازم ابقى باصص لمكان وانا مرتاح يعني مثلا فيه بيبتدوا دلوقتي يعملوا حاجات كتير قوي في منطقة التيفي او الحيطة الكنج اللي في البيت فبنملاها حاجات وده غلط يعني قريدي انا شايف في التلفزيون ناس بتتحرك وحاطت حاجات كتيرة طب انا هقصر ازاي يعني هقصر ازاي على نفسي اجابيا ده معنى كلامي ازاي هقصر على نفسي وانا اساسا التوازن البصري عندي الدنيا مكركبة فيه حاجات كتيرة وده غلط ده غلط يعني لازم اعارف ان مش انا مثلا مرتاح مديا فيه ناس كتير جدا مرتاحة مديا وبتشتري حاجة وتروح بيت حد يعني يعني بسيط جدا عايش في في مكان بسيط جدا ويقول انا ارتحت في المكان ده ارتحت ليه فعلا بتحصل كتير اه طبعا لان انا مخرجتش عن المألوف وهنا مشكلة الانسان بشكل عام بقى في اختياراته يعني انا بمشي دايما ورا الموضة في التريندي اللون كذا الجزئية دي وكل ده الشركات بتروج لنفسها انا بعمل حاجة مختلفة عشان ابيع بس فالناس بتشوفها فهو ده الجديد انا هعمله وهبقى تمام قوي لا انت مش تبقى تمام لان انت تخرج عن المألوف عنك انت كانسان يعني دايما اختيار ربنا او زوء ربنا مضمون طبعا انا مثلا مش هروح البحر وهشوف اللون الاصفر مع اللون الازرق وهتعب نفسيا مستحيل هو ربنا خلقه كده عشان عارف انت تاقطق هينسبها ايه زي الشجر انا مش هشوف شجر او مكان اغضر وهبقى تعبان او متدايق فهو ده اختيار ربنا او زوء ربنا دايما مضمون هنبعد عنه بقى ونختار بقى الوان مركبة ونختار مثلا الالوان الجريئة ونقول هوا ده تحفة جدا بس انت برضو بتخرج عن المألوف مثلا زكرتي اللون الاسود اللون الاسود لون ملوش زبزبات لون اختروه للموت او لون الحداد فدلوقتي فيه ناس بتعملوا في قضة نومها انا مش فهمة ليه ايه السبب تحتان ساعات ساعات فرنيتشر ايه ايه ليه بيبقى فكرة ان انا اعمل كل الحاجة الحوالي او محيط يبقى فيه حاجة صودة بمنساحة كبيرة حيطة مثلا هو لون جريء وظهر في الدكور مع اللون الاحمر وظهر في فترة بعيدة يعني لكن لما حاولوا ان هم يعملوا ده او الدكور ده يبقى متعارف عليه فناس كتير جدا شافت الجرأة فيه فهم حسوا ان اللون جديد فيه لون جريء فانا يعني اوزعه صح طبعا بيبقى فيه لما السبب دي كورية باللون الاسود في البيت لكن مقدرش اخلي محيطي كله اسود هو لون غامض يعني انت ما بتعرفش هو لون مجهول انت مش عارف ايه اللي وراه فطول الوقت هبقى متدايق صح يعني فيه بلد من البلدان ما بت يعني حتى اتجاهاتها في اختيار الطايلت او الرسيبشن او كده بيختاروه في مكان علشان يبتدوا في تأسيس البيت انا ازاي هبقى قاعد اتجاه وشي الفين او اتجاه دهري هيكون فين يعني انا ماينفعش اتجاه دهري يكون للطايلت طاقة سلبي ده فين السين ولا الهند لا في تركيا لا كده ولا كده تركيا اساس احسيت ان السينيين والهنود هم اللي برضو بيفكروا اكيد اكيد بس كمان انت عارفة ان هم ما بيعملوش السرير ما بيبقاش اتجاه الابلة يعني انا رجلي ما تبقاش اتجاه الابلة دهري ما يبقاش مثلا للطايلت بيفكروا في كل حاجة تقطع تقصر ازاي واد اه طبع بالنسبة للسرير اللي هي من غير دهر دي تريندي لفترة معينة فبدأوا يحطوها تحت الشباك تقصر بيها جدا يعني انا ازاي هبقى نايم وفي مكان هو اساسا مفتوح وده موجود عشان ابص منه على العالم الخارجي فانا جسمي حاسس بدا وانا نايم في ناس كتير بتحس بالقرق او ان انا تعبان او انا بسحة كتير من النوم انا متدايق وضهري يعني هي الفكرة انه هو فعلا في ضهري ازاي انا برضو احساس ان الواحد ضهروا للشارع انه مفيش حاجة حميية انت نايم ووراك الحيطة دي الشارع بقى وخلاص اكيد طبعا يجيب توتر ويجيب طاقة سلبية طب انا عايزة ارجع تاني لحيطة الريسابشنز برضو ازاي الواحد يعرف يختار الريسابشن بتاعه بطريقة صح والوانه والفرش بتاعه وكده ازاي ازاي ازبطه تصبيتك كويسة على حسب النفسية بتاعتنا مبدئيا بعض الناس بتختار الديكور الاول او بتصمم الديكور الاول للبيت وبعد كده يختاروا الاساس وده خطأ شائع الديكور الاول يا الحطان الحطان او كده اه لا هو انا لازم ابقى عارف انا الحيطة دي هستعمل اي نوع من الكنب اي نوع من الكراسي انا هعمل هنا ايه الاول ارفع المقاسات بتاعت العفش بتاعي وبعد كده اختار الدكور بتاع الحيطة عشان فيه فيه عمق وفيه خوارج من الحيطة انا ممكن يعني تعجبني كنبة وبقى خلاص عايز اجبها او الكنبة دي انا مرتاح فيه لازم يكون فيه خطة دكورية للبيت فبختار الاساس الاول اللي هو هيريحني او انا هبقى مرتاح وانا قاعد على الكنبة لان انا مش جايب الكنبة دي اشانا بقى قاعد مش مرتاح عليها ضهر الكنبة بتاعي مش مريح بس شكلها حلو فانا قاعد طول الوقت عامل كده وانا استفدت ايه معايا انا كانسان وفطرتي كانسان هتخليني متضايق من الكنبة فهشيل الكنبة مع الوقت هغيرها يبقى انا اختياري كان خطأ جميل يبقى لازم فعلا الواحد يخب باله ويجرب اكتر من مرة اكيد بالاماكن بقى اللي بتكتب ممنوع الجلوس على العامل انا اشتريها عمياني يعني ولا عامل ايه طب فعلا الواحد ازاي ممكن يوصل للحاجة الايدل يعني من غير بقى ما فكرة يعني انت شايفة انه تتفصل ولا تتجاب جهزة ولا ايه لي يحصل بالزبط علشان خطر اوصل للحاجة اللي مريحاني وعجباني ومجربها وكل حاجة مش لازم يعني في حاجات جهزة انا مش هقول انه الجاهز مش كويس او اللي مش جاهز عساسا انا من ضمياط انت بلد التجيز اللي اه فالتنين تمام انا اقدر اختار ده بشكل صحيح او اختار ده بشكل صحيح لو انا قادر احسن الاختيار لكن انا ما اخترتش صح فمش هبقى مرتاح هبقى طول الوقت مش قادر اوصل للراحة في بيتي اللي المفروض انا برجع من شغل يتعبان وعايز ابقى موجود في البيت مرتاح كده يعني طيب نروح لترابيز تريسابشن برضو بنختارها على اي اساس عشان تبقى احسن حاجة للمكانة اللي انا فيه هو على حسب المساحة اه انا ممكن اختار ترابيزة بيضوية في بتقدر ان هي تحسسك ان البيت مش داية حتى لو البيت مساحته صغير الترابيزة اللي هي المدورة دي مش مستحبة لان هي بتداية المكان دورة اه المدورة فالمربعة المستطيلة المستطيلة البيضوية في ناس بقى تقولك الترابيزة الترابيزة تبقى خشب او الترابيزة تبقى مبطنة او الترابيزة تبقى ازاز خالص أنت بتشوفي إيه الأحسن فيهم اللي بيدي وسع إيه اللي بيشكله الشيك أنا دايماً بشوف هي مبدئياً الترابيزات ظهرت في العصر الفكتوري اللي هو بداية الدكورات اللي ظهرت في العالم كله واقتبسوا الاسم من الملكة فيكتوريا لأنه هو ظهر في بريطانيا فكان كل حاجة هناك كانت كويسة جداً حتى في اللبس في التوقيت ده من الزمن إحنا الغاية دلوقتي ماشيين مع الجو ده مثلاً هخرج شوية عن السؤال لكن هشرح لك حاجة بتفتكري كلمة البلتكانة زمان كانوا في البيوت الريفية بيعملوا كده خيط ويعملوا فيها شكل جمالي حاجة موردة ومثلاً قماش بيخيطوه ويداروا بيه المكان اللي هي البيبان بتاعت وحدات المطبخ هو ده نظام شابي شيك اللي هو اختلقوا فيه أو بدأوا يعملوا الديكور ده في الوقت ده كانت اختيارات بسيطة كلها الألوان الباستل الهادية الجميلة كل حاجة ظهرت في التوقيت ده وبدأت فكرة الطاولة من الوقت ده في الزمن فاختيار الطاولة الإزاز أرجع بقى الموضوعنا أنا مش محبز لأن انت طول الوقت وانت شايفة هتحس أنا خايف هتتكسر ممكن حاجة تقع عليها هتبان انت كإنسان أصلا مش هتبقى مرتاحة صح مش هتبقى متوتر على طول طول الوقت جالي ديوف أنا عايز ما يبقاش عليها تراباية أنا عايزها مسحدة فأنا هبقى قاعد مع ديوف ولا واخد بالي من الطاولة أو كده من التراباية طبعا فالخشب هو أفضل حال عظيم عبير هاستأذنك هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا لسه كلامنا عن الديكور مخلصش فاصل سريع نسا مكاملين فاكرتنا ومعاكم ودفتي عبير نجم بتقول لنا على أثر الألوان على حالتنا النفسية إزاي نزبط ديكور بيتنا وعافش بيتنا بطريقة سليمة ما تأثرش علينا بل بالعكس لأ نحس إن احنا عادين في مكان مريح قوي مكان واسع قوي مكان بيدي طاقة إيجابية ومن أهم الأماكن اللي في البيت المطبخ ده أكيد أهم أهم الأماكن بالنسبة كمان بالذات للست لأنها بتقضي فيه وقت أكتر بكتير من الوقت اللي بتقضي في أي ركن تاني في البيت أكيد فالتثبيت المطبخ بألوانه بالأساس اللي احنا مختارينه فيه إزاي برضو بيبقى معمولة على أي أساس لو المطبخ واسع لو المطبخ دي أعمل إيه في كل حالة ممكن تكون موجودة عندنا أهم حاجة اللون اللون أنا ما بيشغلنيش أبدا مساحة البيت إطلاقا أنت تقدر تعمل أجمل بيت في الدنيا حتى لوها 30 متر لكن الاختيار الصحيح هو اللي بيوصلك للنتيجة أو للمشهد الجمالي اللي أنت عايزه الاختيار يعني برضو ما نمشيش مع الترندي الشركات بتحاول تخلق ألوان جريئة أو جديدة علشان إحنا نشوفها فتكون جديدة على العين فنحاول إن إحنا نمشي وراء الموضوع ده وبعدين في النهاية إحنا بنوصل برضو للإحساس اللي إحنا مش عايزين نوصله من غير ما نحسب ده يعني أنا مثلا من أكتر الألوان اللي أنا بستغربها جدا أو مش بستغربها يعني هي بتبقى جديدة فأنت بتشوفيها أو أنا بشوفها فطبعا الشركات كلها بتأثر عليك وده موجود في علم نفس الألوان يعني الشركات تبقى عارفة كويس أوي إزاي تروج للمنتج بتاعها فأيه بقى من أكتر الألوان اللي بستغربين؟ اللون الأحمر اللون العصبي جدا هو اللون الدم اللون بيرفع ضغط الدم فإحنا بنختار اللون الأحمر في المطпخ لأنه هو لون جديد مش أكتر من كده أه طبعا هو بيشدني لأنه هو اللون الأحمر بيشدك يعني مثلا أشهر مطاعم العالم بتعملك ليه الكرسي اللونه أحمر أنت بتاكل وبتقوم على طول ما تقدرش تقعد يعني فيه مطاعم معينة بتعمل الوجبات السريعة أنت ما فيش مرة هتحاولي أن تطلبي مثلا شيء أو أن تعملي المكان ده أنه بعد الأكل أنه يكون مكان أقدر أتكلم فيه مع صحابي أو كده أنت بتقومي على طول سدي صح يا عبير أنا أعمال أفكر في كل المطاعم وعظمهم بنسبة 90% يا أحمر ينبيتي الكراسي حتى مطاعم الفاست فود اللي هي الحاجات السريعة أكيد أكيد هو اللون الأحمر اللون بيجذبك اللون بيجوعك فبتفضلي أولا سلبياته أكتر من إيجابياته فأنا باستخدمه في لمسات بسيطة في البيت هو كمان لون ألفة مش طول الوقت يعني أنه سلبي لكن بالنسب معينة يعني في أكسسوريز في حياة أكسسورات متحركة زي الورود أقدر أستخدمه هو لون الحب أساسا لون ود لكن في نفس الوقت الاختيار الصحيح هرجع وأقول هو أفضل حل نفسيتك فعشان كده لازم تعرف إزاي تختار أو اللون ده هيأثر علي بأي شكل من الأشكال وهنتكلم عن النقطة دي بتختلف إزاي من شخص للتاني أنا إنسان عصبي أصلا فأنا أكيد عارف أن أنا عصبي طبعا أكيد ما ينفعش أختاره اللون الأحمر في مساحة كبيرة في البيت اللون النبيتي ما ينفعش أختاره في مساحة كبيرة من البيت يعني حيطة كينجي في البيت يعني بالكينجي اللي أكبر مكان في البيت ما عملوش لون أحمر أو لون نبيتي ودخل معاه الأسود كمان فأنا يعني هيبقى صعب جدا وأنا مش حاسس برضي في الحيطان ولا في الحيطان في الحيطان أو في الأساس يعني الكنب الأحمر يعني لا أنت مش هتحب تقعد في المكان عندي كنبة حمرة وكنبة سودة ومش طيقهم الاتنين يعني هتحسي مع الوقت نفسي أغيرهم بكل الطرق انت حسيت كده فعلا عشان الإنسان هو كده وعارف عملت بس زي ما انت بتقولي مشيت ورا الترند وقت ما جيت أتجوز كانت دا الموضة اللي هو الحاجات اللي هو كلاسيك بس مش كلاسيك قوي يعني كان كلاسيك ميكس على موضرن كده شوية عشان أنا بس مش قوي موضوع لديكار بس لما اخترته اخترته على الأساس ده وكان طالع موضة قوي قمت جاية عملاي أحمر وأسود لأن الألوان دي كانت برضو الألوان اللي كانت درجة قوي حوالي وكانت لوحدها فانا قمت جاية عملا ميكس قلت لأ مش هقدر قعد في أحمر بس ومش هقدر يبقى أسود بس فقمت جاية عملا ميكس ما من الاتنين ما هم زاهروا الاتنين مع بعض هايز أقول لك بقى اللي مش طيقهم الاتنين هيعملوا عندك طاقة سلبية مع الوقت وهتفضلي طول الوقت متضايقة وطول الوقت يعني حتى مش بس في ده هنرجع للموضوع المطبخ أنا طول الوقت هبقى مضطربة متضايقة يعني أنا حطر وضح في طبخي لا محارف هحرق الأكل أكيد هتضايق طول الوقت أو طول الوقت بقى فيه ناس بيحللها الخناء في المطابخ ده حقيقي ده حقيقي ترى في أن في أوروبا أن مكان المطبخ ده بيكون أفضل مكان في البيت آه طبعا بناء على إيه المكان ده أنا بدخله أكتر حاجة أيها طبعا يعني أنا بتردد عليه بشكل كبير جدا أنت ممكن ما تعديش في الريسيبشن كتير في قوضة نومك يعني ممكن تدخليها يعني وقت النوم مثلا في ناس لا في ناس بتحب يعني العكس لكن بشكل عام أكتر مكان بنتردد عليه في البيت هو المطبخ بندخل عشان أو عشان الأولاد أو عشان جوزي أو عشان ضيف فأنا بتردد على المكان ده فلازم اختيار اللون أحدده بشكل يكون ناجح لأن ده هيترتب عليه حاجات كتيرة جدا منها أن أنا مثلا اخترت اللون الأزرق في المطبخ أنا لو عايز أعمل ريجيم أعمل كده يعني آه طبعا يعني فيه بعض بيقل الشهية شوية بيقفل الشهية فعلا باللون الأزرق لذلك حتى ما فيش أكل كتير لونه أزرق لو لاحستي مش هتلاقيه ده هو البلوبري تقريبا بس يعني وداخل شوية على يعني تحس إنه شوية دخل على أسود أو دخل على أسود نفسي جي كده لكن ده اللي عايزة تخس تعمل من بخة أزرق بيغيروا لمبات التلاجات دلوقتي بيعملوها اللون الأزرق علشان ما يحاولوش يفتحوا التلاجات كتير أو البلاستيك أنا جربت دعا فكرة طب واللي عايزة نفسي تترتاح وتطبخ وهي مزج هرائي بقى اللون المبخ بطاعها بقى إيه الألوان اللي هي الهادية الألوان الحادية الجري حلو جدا اللون الأورنج البسيط ده بيفتح المرس جدا ولون بيميل لفيتامين سي يعني هو لون صحي لون صحي لون صحي ولون كمان بيفتح الشهية بالنسبة للأطفال كمان طب حلو المبخ أهم مكان في البيت داني أهم مكان في البيت بنخش برضو أكتر الطويلت الحمام حمام بيبقى ينسوا لك والحمام ده ليه ديكور والحمام ده يعني بتحط فيه ومحتاج فن يعني أكيد لأ الحمام محتاج فن قوللنا بقى إيه الحاجات الغلط اللي بنعملها في تأسيس الحمامات بتاعتنا في حط البنيو فين الطويلت فين الحطفين كل الحاجات دي وإيه الألوان كمان اللي تتدخل مع ديكور الحمام بتاعي بس أتغير بقى والحاجات دي كلها الألوان في الحمام أولا الحمام بالنسبة للتصميم أنا دايما لازم المكان أحس أنه واسع يعني بيعملوا حاجات كتير فيه وتحف دلوقتي وبعض نسيت التحف بيساعات بيحطوا تحف ساعات بيحطوا فوط الميريات الأنوار الكتير قوي فيه ناس تحبوا تحط ورد وفوزات يعني أنا شفت حاجات وحدات الوحدات اليونتس اللي بيتحط فيها الفوط والشامبوهات والحاجات دي إزاي استغلها إزاي رتبها صح مش لازم تكون ظهرة يعني مش لازم تكون واضحة للجميع لأن ده برضو سلبي أنت طول الوقت هتحاول تبيني أحسن حاجة عندك أولا هتستعملي فلوس كتير جدا عشان المكان عندك بلوري خالص باين للجميع وفي نفس الوقت هعيق حركة الدخول والخروج الميريات الكتير لما بشوف نفس كتير دي طاقة مش إجابية دي طاقة سلبية الميريات الكتير في الحمام طول الوقت هبص على نفسي طول الوقت هبقى حاسة أن أنا عندي الدفو ده وإحنا بنا قدمين لازم هيحصل ده هيبقى موجود فينا يعني فطول الوقت الألوان كمان للتويلت الألوان الفتحة أفضل بكتير من الألوان الغامق لأنه هو مكان للراحة فأنا هستعمل اللون غامق زي مثلا البرسلين بيحاولوا يعملوا اللون الأسود أولا هو بيجير مع الوقت هتغيره فالألوان الفتحة ده دلوقتي طالها مودة قوي بس كتير قوي وبتشترها لحمامات بفلوس رهيق غالية جدا عشان للتويلت لونه أسود غلط جدا هو لون غامض أنا مش عارف اللي هو رأيي يعني هو اختار اللون ده لون حداد لون ملوش زبزبات ما بيرسلكيش أي طاقة هي الألوان عبارة عن زبزبات لها درجات متفوتة بتأثر على جسم الإنسان في حالات الزيادة أو النقصان يعني أنا دلوقتي يعني حاسس أن أنا متدايق شفت لون هادي لون مثلا لون أغضر أنا ارتحت وحسيت أن أنا عايز أقعد في المكان ده سيبوني شوية أنا مش عايز أقوم من المكان ده هو قريدي أصلا أنا حاسس أن أنا متدايق أو أنا نفسيتي تعبانة فأنا بميل للمكان ده فبعود فيه شوية بحيث أن أنا ارتحت فأنا خلاص تقتي أو استكفيت لبعض الوقت أو حسيت أن أنا صحت فهو الحمام نفس الحاجة فأنا هعمل لون قاطم هدخل أعمل بنيات مثلا من أكتر الألوان اللي بيتميل للإكتئاب اللون البني عندي حد في البيت انطوائي أنا ماينفعش هستعمل معا اللون البني أكيد ماينفعش ما هنيمه بقى هيوصل لدرجة أنا مش عايز كمان هو لون سابت لون جاي من الأرض لون طبيعي جدا لون الأخشاب لون كمان لون قوي لون بتحس فيه بالألفة لكن لبعض الوقت كترت اللون ده أنا بحس بالإكتئاب طيب أنا عندي الحوائط ماينفعش أعملها الحمام سوري الحمام ماينفعش أستعمل فيه اللون البني بكترة طيب الأخشاب كمان أنا بقى عندي قضة نوم لونها بني أرميها لا لا ما تعملش كده نعمل إيه صحيح؟ لا هو في مصدره الطبيعي هو لون جاي من الطبيعة لون الشجر هو لونه كده يبقى هو إيجابيته في كده الأرضيات مثلا الأخشاب الأرضيات الخشبية البركي وال والأتش دي قفل هو بيدي إحساس البركي أه بيديك إحساس أنت لمسة الخشب وانت عارفة أنه فيه يعني نظرية بتقول أنه أنت لما تلمسي الأرض أو حاجة جاية من الطبيعة أنت لازم فترة طويلة تستخدميها أو دايما تحاولي تدوسي على الأرض حتى الأرض الطبيعية يعني في الشارع أو كده لفترة من الفترات لأن أنت بتسحب منك الطاقة السلبية تديك طاقة إيجابية فاللون البني لون سابت لون جاية من الأرض لكن برضو اللون بيميل للإكتئاب وكتر استخدامه لو أنا عندي حد هادي في البيت مش هتحس أنت عايزة طول الوقت أنه حد يجي لك أو أنا أخرج من البيت فأنا مكتئب ومن هنا بنبتدي نحدد شخصية العميل أو من هنا ببتدي أشوف أنا العميل يعني أنا بعود مع العميل مرة واثنين وبعمل ميتنج مع حتى الأطفال يعني بشوف الطفل العصبي والطفل الهادي طفل اللي مش بيحب يدخل قطه يعني فيه أطفال ما بتحبش تدخل قطه عايزة عطف قطة أختي مش مرتاح في قطه مش مرتاح في قطه هو الألوان الألوان والوحدات واختيار الأساس اللي هو ما بيبقلوش لازمة في البيت أو فإحنا بنقطر العناصر في البيت وإحنا متخيلين أنه هو ده أنا تمام أنا محتاج وحدات كتيرة جدا وأنا بشتري حاجات كتيرة فبتتراكم عندي في البيت فمع الوقت هزهق يعني مش هحب ده طول الوقت فلما روح بيت حدي تاني بسيط هو يعني رغم أنه أنا ظروفي المالية أحسن منه لكن هو بيته هادي هو ما عندوش الإمكانيات أنه هو يعمل حاجات كتيرة لأنه هو الإنسان برضو بفطرته وطبيعته بيميل للهدوء بيميل للرخاء بيميل للحاجات اللي هي اللي ما فيش فيها حاجات كتيرة عبير أنا بشكرك جدا جدا على وجودك معي النهار ده وقت معي كي طور بسرعة جدا لسه كمان حتى في حاجات كتير في الدكارة عايزين نعرفها بس إن شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية كتير بشكرك على وجودك معي عقوي كل سنة وانت طيبة ورمضان قريبا شكرا لك يا عبير حابقتي تسلامي وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا استنونا في حلقات تانية جاية كتير من انتي على شاشة ETC اوعدوا انسونا سلام اشتركوا في القناة